محمد الباز دايماً بنستمتع بوجودك معنا بنتكلم على طبعاً كاس العالم 2022 والصراع الكبير على مستوى القرات في العالم كله على مستوى المنتخبات خلال العشر تيام أو الأسبوعين اللي فاتوا خلينا نتكلم طبعاً نبدأ معك بالقررة الأفريقية لكن قبل ما نبدأ كنت في الإنترو قلت المشهد بتاع محمد صلاح وخروجه مع اتنين بودي جارد وبعض الناس أو بعض المنتقدين قالوا إن الصورة غير لائقة أنا عايز أخد برضو رأيك إيه في الموضوع ده وشفت الموضوع ده إزاي أنا شفت الموضوع بطريقة مختلفة تماماً إن هي يعني مش عايزين نقول إن هي صورة غير لائقة محمد صلاح نجم كبير زي ما حضرتك وضحت في الإنترو إن إحنا لسه برضو فيه إطار وظروف الكورونا وطبعاً محمد صلاح نجم كبير لازم نحافظ عليه شفتنا في اللقاء القبل الأخير في الجولة الخامسة طبعاً أنجولة الجماهير نزلت علشان تصور مع نجمنا الكبير محمد صلاح خروجه مع بودي جارد من وجهة نظري هي مجرد حماية للعبنا أنا مش شايف إن هي يعني ضد فكرة إن هي خدت حيث كبير من الحديث في الصحافة أو السوشيال ميديا في الوقت الأخير وبنشوف نجوم كمان يا محمد يعني بنشوف نجوم على مستوى ميسي على مستوى رونالدو أكيد حتى لو بلعبوا في بلادهم بيكون معهم عندهم حد بيعملوا السوبورت دوت لكن خلينا كمان أكمل إن لازم آه الصورة بعض الناس ما عجبتهاش لكن أنا في اعتقاد الشخصي إن ده يرجع كمان لعملية التنظيم داخل الملعب لازم يكون التنظيم لأن أولاً دخول الجماهير أو دخول أحد أفراد الجماهير لداخل الملعب ده أعتقد لازم يكون على مستوى التنظيم لازم يتنظم بشكل جيد جداً بعد نهاية المباراة وإذا كانت المشكلة الأكبر بعد نهاية المباراة لازم يكون في الخروج الآمن أولاً لكل اللاعبين والحكام وكل الاسطاف لازم يكون خروج آمن من خلال التنظيم المميز ده نقطة مهمة جداً إن شاء الله خلال اللي يمكن المباراة اللي جاية لا مع تواجد كمان إن شاء الله بإذن الله تواجد جماهيري أكبر في مباريات منتخب مصر أعتقد لازم تكون طبعاً مهم جداً جداً عملية التنظيم داخل الملعب وزي ما هي مهمة خارج الملعب طيب محمد عايز أخد رأيك في إجمالي يمكن الجولة الأخيرة من دور المجموعات للتصفيات الأفريقية المؤهلة ليه طبعاً الدور النهائي والكاس العالم شفت فيها مفاجآت وقفت عند منتخب معين يعني قولي شفت الجولة الأخيرة إزاي أنا شفت إن ما فيش أي مفاجآت من وجهة نظري ما كانش فيه مفاجآت واضحة أنا شاف إن نتائج أنصفت العشر فرق اللي تموا التهلم للدور الإكسائي بكل تأكيد حسب التصنيف الفيفا سواء الخمس فرق الأولانيين في التصنيف الأول أو الخمس الفرق التواني أو التصنيف الثاني أنا شاف إن النتائج أنصفتهم يستحقوا الصعود بكل أمانة بكل وضوح لو هنقيم العشر فرق إجمالياً رب تعال أنا وإنت نشوف قبل ما تقيم تعال نشوف النتائج يمكن نتائج الجولة الأخيرة بالتصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال طبعاً النتائج المجموعة الأولى نايجر فازت 7-2 على جبوتي الجزائر التعادل 2-2 مع بوركينا فاسو داع من خلال المجموعة الأولى المجموعة الثانية فوز تونس 3-1 على زنبيا وموريتانيا التعادل مع غينيا الاستوائية التعادل 1-1 المجموعة الثالثة بنتكلم نيجيريا والتعادل 1-1 مع الرأس الأخضاء ليبريا فوز على أفريقيا الوسطى 3-1 المجموعة الرابعة الكاميرون بيفوز 1-0 على سحر العاج وموزنبيق بنفس النتيجة على ملاوي المجموعة الخامسة مالي الفوز على أغاندا 1-0 وكينيا الفوز على أورواندا 2-1 المجموعة الستة مجموعة مصر طبعاً فوز المنتخب الوطني 2-1 على الجابون وتعادل المنتخب الليبي أمام أنجولا 1-1 المجموعة السبعة غانا بتفوز 1-0 على جنوب أفريقيا وزنبابوي تتعادل 1-1 مع أسيوبيا المجموعة التامنة السنغال بتفوز 2-0 على الكنغو ونميبيا بتنهزم 1-0 أمام توجو المجموعة التسعة المغرب بطبعاً سلاسية نظيفة أمام غينيا غينيا بتساو تعادل سلبي أمام السودان والمجموعة العشرة والأخيرة الكنغو وبتحق طبعاً الفوز على بنين وضمان التأهل للمرحلة النهائية وأمام غشكر يتعادل مع تنزانيا واحد محمد دي كانت نتائج المباراة لكن في مباريات يعني في مباريات بتبقى كانت مباراة مصيرية يعني كان يوم الثلاثة اللي فات كان فيه يوم الحسن على طبعاً فرق كبيرة بنتكلم على الجزائر بنتكلم على تونس بنتكلم على ناجيريا بنتكلم على ساحل العاج كنت متوقع النتيجة تخرج بهذا الشكل يعني وصول معظم الفرق الكبيرة للأدوار الإقصائية سحيح أنا زي ما قلنا فعلاً الفرق تصنيف الأول وتصنيف الثاني أنصفتهم النتائج كان فيه فرق كتيرة أو توقعات بإخفاق لتونس لأن تونس زي ما شوفنا كان عنده هزيمة سابقة في الجولة الخامسة من زامبيا ورجع تاني فيه اللقاء الأخير في الجولة الأخيرة في الجولة السادسة بكل ارتياحية وان سايد جيم فاز 3-0 في الشوت الأولاني ضمن الوصول زي ما قلنا بكل ارتياحية وكان فريب يقدم مباراة رائعة قوية نفس الكلام شوفنا منتخب الجزائر دخل المباراة طبعاً هتحسمت في الجولة السادسة صعود منتخب الجزائر للدور النهائي نفس الكلام شوفناه ما بين الفرق الأخرى زي ما حضرتك صارت كده كانت مباراة قوية جداً ما بين ساحل العج والكاميرون ويمكن كان ساحل العج هي كانت لها الأفضلية قبل المباراة طبعاً بفارق النقاط لكن الكاميرون قدرت تحصد طبعاً أو تفوز 1-0 يعني وتتأهل للمباراة أو للدور الإقصائي دي كانت مباراة مهمة جداً كمان على الجانب الآخر شفت إزاي مباراة غانا وجنوب أفريقيا ويمكن الجدل التحكيمي اللي تكلمنا عنه هنا في المحترف وإن ضرب الجزاء أعتقد كان سبب واضح في خروج جنوب أفريقيا من سباق الوصول لكاس العالم صحيح يعني أنا بطفق تماماً كان جنوب أفريقيا يعني ليه حظ كبير وكان منافس قوي جداً لغانا ولكن غانا دايماً معروف عنها الخبرات في إنهاء مثل هذه المباراة والصعود لنهايات كاس العالم يعني نحن نتكلم برضو بالنتائج عن منتخب غانا كم مرة وصل لكاس العالم وعنده خبرات كبيرة جداً حالة ضربة الجزازة ما حضرتك قلت بكل وضوح قد تكون هناك بعض الظلم فكرتني طبعاً بضربة بالهدف الذي أحرزه رونالدو أمام سربيا وتعادت الكرة عدت خط المرمى ولم يحتسب يعني الناس أجمعت هل ده ظلم أيضاً لمنتخب البرتغال وأطاح به للملحق أم لا نفس الكلام إحنا بنتكلم في مباراة كرة قدم 90 دقيقة ما أي خطأ تحكيمي أو أمر ما قد يحدث لا نعتمد عليه ركز في الملعب النتائج هي التي تتحدث طيب خلينا يعني قبل ما نكمل مشوار للتصفيات طبعاً وصول مصر للمرحلة النهائية كل الناس وكل الأسئلة بتدور حوالين يمكن المباراة الفاصلة مباراة النوك أوت وطبعاً مصر في التصنيف الثاني أنت أولاً تتمنى تلاعب مين في الدور النهاية والدور الإقصائي وتتمنى ما تلعبش مين يعني من حسب طبعاً خبراتك وبتتابع كل المنتخبات بشكل كبير قلنا برضو يعني مصر بإذن الله مين اللي هكون الطريق للوصول للمنديال للمنتخب المصر أنا عايز أجاوب السؤال دا كابتن هاني في بثلاث أو في ثلاث محاور المحور الأول أو النقطة الأولى أنا خلاص وصلنا للمكانة ديت أو للمرحلة ديت ما بصش مين أقوى مني مين في التصنيف الأول مباراة كرة قدم هعتبرها النهائي لأن دي السلمة النهائية لصعود لأقوى حدث قروي في العالم هو كاس العالم يدوس على أي حد شايف أن ممكن السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي بتكون في بعض الأحيان بتكون ضغوط أكتر على المنتخب المصري من خلال بنحترم طبعاً المنتخب المغربي والجزائري بنحترم كل المنتخبات لكن في وقت من الأوقات بتحس أن السوشيال ميديا واخدى طريق كده وطلع بشوية يعني كوميكس لأ لو قابلنا دوت يبقى طريقنا يعني الحاجات دي في اعتقاد الشخص أنه لازم جماهير مصر كلها كل الجماهير المصرية في الوقت ده إن شاء الله تكون سوبرت المنتخبنا سوبرت بالإيجابيات عندنا لسه بطولة أفريقيا عندنا كاس العرب عندنا لسه مشوار إن شاء الله بإذن الله للوصول لشهر مارس لازم يكون كل الدفعة وده اللي حصل فيه أنا كنت عايش القصة دي فيه سنة 89 ووصلنا أمام الجزائر ومنتخب الجزائر كان منتخب مرعب في هذا الوقت يمكن اللي حصل خلال قبل هذه المباراة الجزائر ذهابا وعودة كان تلاحم جماهيري كبير جدا جدا ما كانش فيه السوشيال ميديا اللي ممكن تصدر أو بعض الناس تصدر بعض الإحباط لمنتخبنا حتى لو كان على مستوى الفنيات ممكن تكون بعض المنتخبات في مستوى فني أكبر لكن دايما منتخب مصر وروح فنلة مصر وولاد مصر لما بيركزوا ده يمكن بيتفوقوا على فنيات فعايزين نقرر إن شاء الله هذه التجربة تجربة ما قبل مباراة الجزائر سنة 89 ووصلنا لكاس العالم في مشهر أكثر من رائع نقرر دوت من خلال الفترة اللي جاية عندنا إن شاء الله لغاية قبل مارس عندنا لسه حوالي خمس شهور لازم كل الدعم لمنتخبنا لسوبرت المدير الفني سوبرت اللعبتنا أين كان الاختيارات أين كان طريقة اللعب لازم نصدر للعبتنا ومنتخبنا إن دوت حلم إن شاء الله نحققه من خلال التصفيات أين كان المنافس مين فضل محمد يعني حابين برضو نوضح نقطتين مهمين النقطة الأولى بنتكلم على العشر فرق الموجودين لو حنقيمهم من ناحية الفنية في الوضع الحالي حنقيمهم أيضا من ناحية الأرقام والإحصايات والتاريخ والبطولات ووضع كل منتخب ما بين العشر فرق أو عشر منتخبات زي ما قلنا هم الأقوى هم يستحقوا الوصول لهذه المرحلة أحنا نتكلم في التصنيف الثاني من وجهة نظري لو أنت بصيت من ناحية الأرقام والإحصايات فهو الأقوى يعني هو يعتبر الأقوى من التصنيف الأول على مدار التاريخ من تحقيق مبدئيا الفريق الكاميروني على سبيل المثال هو أكتر منتخب صعد لكاس العالم تقريبا يعني سبع مرات في تاريخه صعود لكاس العالم ثم يأتي بعد ذلك الفريق طبعا نتكلم فيه بعد الكاميرون معنا غانا غانا صعدت كاس عالم مؤيدا غانا بالذهاب أنا أتكلم على التصنيف الثاني دلوقتي وحابب أوضح الخمس فرة في التصنيف الثاني على مدار التاريخ من ناحية صعودهم عدد مرات صعودهم لكاس العالم وخبراتهم في إنهاء مثل هذه الأدوار وعلى مدار قوتهم في البطولة الأفريقية يعني منتخب الكاميرون زي ما قلنا صعد كاس عالم سبع مرات وحقق بطولة أمم أفريقيا خمس مرات أنه يبص على منتخب غانا صعد كاس عالم ثلاث مرات وحقق برضو بطولة كاس أمم أفريقيا أربع مرات لو بصنا على منتخبنا منتخب مصر طبعا أكتر فريق حقق بطولة أمم أفريقيا في الكارة يعني تقريبا خمس مرات وصعد لكاس عالم ثلاث مرات في تاريخه يعني نتكلم بعد كده على عندنا الكنغو ومالي ما صعدوش كاس عالم في تاريخهم خالص ولكن قد يكونهم الأضعف من ناحية الأرقام والإحصائيات في الخمس فرقة في التصنيف ما يمكن للأضعف على مستوى الأرقام ليست متبعية الأضعف على مستوى الفني بالزبط عشان كده حنا عايزين نتكلم على التصنيف الأول يعني نمسك منتخب الجزائر طبعا منتخب الجزائر زي ما كلنا عارفين هو بطل أفريقيا 2019 منتخب الجزائر صعد كاس عالم في تاريخه كله أربع مرات حصل على بطولة أمم أفريقيا مرتين لو حنتكلم على نيجيريا نيجيريا نفس الكلام نيجيريا بطلت كاس أمم أفريقيا ثلاث مرات وسعدت كاس عالم ست مرات هي ثاني أقوى فريق أو ثاني أقصى فريق صعوداً لكاس العالم بعد الكاميرو لو نتكلم على نيجيريا والجزائر لو نتكلم على تونس والمغرب والسنغال هنبدأ بتونس تونس طبعاً بطلة أفريقيا هي مرة واحدة في تاريخها ولكن صعدت كاس عالم خمس مرات. نفس الكلام المغرب سعد كاسعالم خمس مرات. وكان بطل أفريقيا برضو مرة واحدة في تاريخه. يعني الأرقام هنا بتوضح قوة الفرق دية في صعودها الكاسعالم. بنتكلم في التصنيف الأول جزائر، تونس، مغرب، سنغال ونيجيريا. أكتر فريق فيهم سعد لنهاية كاسعالم هو نيجيريا ست مرات. ثم يأتي المغرب وتونس خمس مرات. ثم يأتي الجزائر أربع مرات. وتأتي السنغال مرتين يا كابتن هاني. فإحنا هنا الإجابة قد تأتي من لو إحنا نتكلم من التاريخ والأرقام هنا نبص. لأ عندك الكاميرون في التصنيف الثاني من ناحية بطل أفريقيا ومن ناحية صعودها لكاسعالم. عالم عدم مرات. صعودها لكاسعالم. يعتبر هي الأقوى. منتخب مصر نفس الكلام. منتخب نيجيريا أيضا. تتمنى نقابل مين؟ خلينا جاوب السؤال ده بالتقييم الفني للفرق في الوضع الحالي. وخصوصا بعد التصفيات لانتهاء من الست جولات. نتكلم عن منتخب الجزائر. طبعا منتخب الجزائر هو يعتبر يعني من وجه التنزري. ومن ناحية الفنيه هو أقوى منتخب عربي وافريقي جوه القرر في الوقت الحالي. لو نظرنا بالأرقام والحصيات هو أقوى خط هجوم. 25 هدف يعني معدل أربع هدف في الست مباريات. بيمتلك خط هجوم قوي جدا. بو نجاح وإسلام سلماني. دايما بيعتمد عليهم جمال بالماضي المدرب الجزائري كاثنين سترايكر. بيلعب في معظم الوقت. 4-4-2 دايما. يعني قلنا بو نجاح محطوط على قائمة تشافي في برشلونة دلوقتي بيطالب الإدارة. عندهم نجوم كبيرة جدا. لكن كمان عندهم قوة هجومية كبيرة. ولكن الشق الدفاعي لحد ما في بعض الاهتزاز شوية. صحيح. على مستوى الجزائر. وزي ما أنت بتقول بعض الناس بتقول أن احنا عايزين نبعد شوية عن طبعا أن احنا نقابل فريق من شمال أفريقيا. تونس المغرب الجزائر. يعني طبعا برضو. خلينا نتكلم في العصبية في الجماهير في الشد العصبي. الأجواب دائما الأجواب تكون ساخنة في موابلتها مع فرق شمال أفريقيا. ولو حنرجع زي ما حضرتك قلت فعلا المنتخب الجزائري عنده بعض المشاكل الدفاعية. على العكس منتخب المغرب. منتخب المغرب هو تاني أقوى خط هجوم بعشرين هدف. وتاني أقوى خط دفاع في التصفيات. يعني دخل في مرمى هدف واحد. طبعا ما له هي أقوى خط دفاع. منتخب بالي في التصنيف التاني معنا في منتخب مصر. هو تاني أقوى خط دفاع. ولكن خلينا نبص على التصنيف الأول. المغرب هو أقوى خط أو تاني أقوى خط هجوم عشرين هدف. تاني أقوى خط دفاع. دخل في هدف واحد. ثم يأتي منتخب تونس. منتخب تونس ما عندهش الاستقرار في بعض الأوقات ولكن خط دفاع قوي جدا تالت أقوى أرقام مميزة جدا محمد وكمان فريق الإعداد محضر لنا كمان أرقام مميزة هنتابع معاك كمان رؤيتك ليه يمكن أن المباراة الفاصيلة لمنتقى بمصر لكن معانا أقوى خط هجوم الجزائر بـ 25 هدف المغرب بـ 20 هدف والسنغال بـ 15 هدف ده أقوى خط هجوم في كل المجموعات أو في العشر مجموعات اللي موجودة أقوى خط دفاع هو مالي لم يدخل مرمى ولا هدف المنتخب المغربي دخل مرمى هدف واحد وتونس دخل مرمى هدفين أغاندا هدفين جنوب أفريقيا هدفين فوز في جميع المباريات العلامة الكاملة فقط المنتخب المغربي هو صاحب العلامة الكاملة في التصفيات الأفريقية مجموعة 18 نقطة من 6 مباريات هداف البطولة إسلام سلماني طبعا بـ 7 أهداف وهو مهاجم المنتخب الجزائري كمان الأسست أو صانع الأهداف البطولة هو يوسف بلايلي طبعا منتخب الجزائر عمل 6 أسست واضح جدا محمد زينت بتتكلم أن المنتخب الجزائري منتخب على المستوى اللجومي منتخب قوي جدا منتخب المغربي على مستوى النتائج طبعا بيقدم مباريات كبيرة جدا ونتائج كبيرة جدا بالعلامة الكاملة لو تتكلم على توقفت عند المنتخب التونسي وبعض الناس خلينا أقول أن هما بيقولوا احتمال كبير جدا مصر طريقة تونس أو نيجيريا أنت أي رأيك أتمنى بشكل كبير يعني من وجهة نظر من وجهة نظر تونس يعني أتمنى يكون تونس أو نيجيريا يعني الفرقتين زي ما بنتكلم على تقييم الفني أو تقييم بالأرقام هما تونس ونيجيريا يعتبروا هما أقل من المغرب والجزائر والسنغال السنغال طبعا عنده هجوم أو خط هجوم قوي جدا مانيه زي ما احنا عارفين وعنده حارس مرمى مندي حارس الشمسي أقوى حارس مرمى أو أفضل حارس مرمى في الشامسليج أوروبا في 2020 نتكلم على كلوبالي أيضا مدافع السنغال وهو مدافع نابولي متصدر الدوري لطالي السيريا فريق قوي السنغال فخلينا نرجع لتونس ونيجيريا نتمنى يكون الطريق لتونس أو نيجيريا تونس بيمتاز بالدفاع أكتر من الهجوم ولكن كابتن هاني خلينا نقف هل نحن نمتلك بالتشكيلة الحالية مع كروش المهاجمين اللي بيلعبوا في البوكس أن هما يقدروا يخلصوا على مدافعين تونس لأنه سنيجي لمباراة مصر والجابون ونعرف كمان وأتكلم معك ونقشك في كروش الاستراتيجي بتاعة كروش لغاية دلوقتي لسه ما وضحتش في شكل كامل تغيير بعض مراكز اللاعبين خاصة على مستوى الهجوم عايزة نقش ده معك لكن تعالوا فريق الإعداد يعني محضر لنا كمان نشوف المجموعات كل الفرق على مستوى العشر مجموعات الفرق الأولى طبعا اللي وصلت وكمان نتكلم على مباراة مصر والجابون ومستقبل مصر مع كروش في المرحلة اللي جاية ده طبعا ترتيب المجموعة الأولى الجزائر في المركز الأول بـ 14 نقطة بوركينا فاسو كان صراع كبير جدا جدا في المباراة الأخيرة أو في الجولة الأخيرة اللي انتهت بالتعادل ما بين الجزائر وبركينا فاسو في الجزائر 2 وستطع من خلالها الجزائر طبعا أنه يحجز بطاقة التأهل جزائر بوركينا فاسو النيجر جبوتي ده المجموعة الأولى المجموعة الثانية أيضا تونس قدرت تفوز طبعا مباراة كبيرة على مستوى المنتخب الزنبي 3-1 وكان طبعا دي تسقار التأهل للدور الإقصائي تونس في المركز الأول غينيا الاستوائية في المركز الثاني بـ 11 نقطة زنبيا وموريتانيا في المركز الثالث والرابع المجموعة الثالثة نيجيريا أيضا وطبعا التأهل المتأخر وفي المركز الأول بـ 13 نقطة الرأس الأخضر كان المنافس الأقوى في هذه المجموعة لنيجيريا حصت 11 نقطة ليبريا وجمهورية أفريقا الوسطى في المركز الثالث والرابع المجموعة الرابعة منتخب الكاميرون وأيضا فوز في أداي أو فوز على سحل العاج وتأهل للدور الإقصائي بعد صراع كبير جدا جدا أمام سحل العاج الكاميرون 15 نقطة سحل العاج 13 موزمبيك 4 ملاوي 3 نقاط في المركز الأخير مجموعة الخامسة مالي طبعا في المركز الأول ويمكن بتأدي مباراة قوية جدا جدا فريق مالي طبعا وقال يو ديانج نجم النادي الآلي المتقلق مع المنتخب المالي أغاندا في المركز الثاني 9 نقاط كينيا وارواندا في المركز الثالث والرابع مجموعة الستة مجموعة مصر وطبعا التأهل بـ 14 نقطة المنتخب المصري الجابون في المركز الثاني ويليها ليبيا وأنجولا المجموعة السبعة غانا بالفوز المطير للجدل على جنوب أفريقيا بضرب الجزاء وهمية ولكن استطاع المنتخب الغاني بهذه ضربة الجزاء أن يحصد العلامة 13 نقطة مع جنوب أفريقيا 13 نقطة فرق الهدف وفرق هذا الهدف في ضربة جزاء ظالمة يستطيع المنتخب الغاني حصد بطاقة التأهل جنوب أفريقيا في المركز الثاني أسيوبيا وزينبابوي في المركز الثالث والرابع المعتمية السنغال 6 نقاط 6 مبريات بـ 16 نقطة من المنتخبات اللي ليها باع كبير جدا ومنتخب قوي جدا المنتخب السنغال لتوجو في المركز الثاني بـ 8 نقاط نميبيا والكنغو في المركز الثالث بـ 5 و 3 نقاط مجموعة المغرب مجموعة التاسعة طبعا المغرب المنتخب الوحيد المنتخب حصد العلامة الكاملة في هذه التصفيات بـ 6 مبريات بـ 18 نقطة يليه غينيا بساو في المركز الثاني بـ 6 نقاط غينيا والسودان في المركز الثالث والرابع المجموعة الأخيرة جمهورية الكنغو والقامباك رائع لمنتخب جمهورية الكنغو في آخر جولتين بيحسد سد النقاط ومن خلالهم بيصل للنقطة 11 والتفوق على بنين بنقطة واحدة وتنزانيا ومدغشكر في المركز الثالث والرابع لسه نتكلم طبعا عن منتخبنا محمد نتكلم على منتخب مصر والجابون ومشوار مستقبل منتخب مصر مع كيروش الستراتيجية الاختيارات عاملة ازاي فكر كيروش يمكن بعض الناس مش فاهم قوي دماء كيروش هنحاول من خلال طبعا وجود محمد الباز معنا نحن نوصل لطبعا شخصية كيروش المدير الفني للمنتخب المصري فاصل ونتواصل هنا في المحترف اعلا بحضراتكم مرة تانية محمد خلينا نتكلم على منتخب مصر عايز الاول تقول لي رؤيتك مشوار منتخب مصر خلال التصفيات او دور المجموعات في البطوء او في تصفيات افريقيا المهيلة الكاس العالم شفت المشوار كله ازاي شفت اداء المنتخب المصري ازاي في التصفيات دي طبعا والوصول للتصفيات النهاية شفتها ازاي لو احنا نتكلم من ناحية الارقام كابتن هاني لأ كان عمل ارقام ونتائج كويسة جدا لا هزيمة على فيطار التصفيات كلها الفوز في اربع لقاءات تعادل في لقائين ولا هزيمة زي ما قلنا يعني نقاط 14 نقطة ده من ناحية الارقام والنتائج ولكن من ناحية الفنية من ناحية الاداء من ناحية الشكل يعني دايما لغة الارقام اكيد ما بتكونش دلالة واضحة لكن بتديك رؤية ولكن الرؤية مش كاملة صحيح ليه دايما الجماهير الآن من من منتقب مصر هل مشوار التصفيات الاداء الفني ما كانش اداء مقنع ان احنا قادرين ان احنا يعني نصطدم حتى لو اصطدمنا بالمغرب او الجزائر ناحية النتيجة شايف شايف دي ازاي الاداء الفني ازاي صحيح هنا لنقطة الخلافة او نقطة يعني حضرتك قلت الناس كلها الآن انا شايف ان التسعين مليون مصري فعلا حللوا الاداء منتخب مصر في الفترة اخيرة بشكل صحيح جدا لحد ما شافوا الاداء مع كروش حتى في اللقاءات الاخيرة ويعني دايما في هنا تحفظ على بعض النقاط الفنية اللي شفناها على ارض الملعب البوزيشنج ده من اهم الحاجات اللي كل الناس يعني بتتكلم بيها وشفنا عندنا تاريخ مع مدربين في اوروبا مدربين كبار جدا اساء وضع اللاعبين في الاماكن الصحيحة وقدت الى انهيار او هزايم سقيلة وحنتكلم عليها بالتفصيل الاداء غير مكنة لان ما فيش شكل ما فيش اداء من وجه نظري باهت في جميع المباراة الاخيرة رغم الفوز طبعا رغم النتائج والارقام اللي احنا اتكلمنا فيها وده بيرجع ليه سبب اساسي ورئيسي وهو من وجه نظري البوزيشنج الاختيار الصحيح احنتكلم فنيا ايضا اختيار العناصر تقصد ولا اختيار كمان العناصر بناءا على البوزيشن بناءا عن المركز وكان فيه بعض الجدل شوية مع قدوم طبعا كروش وكان فيه بعض الجدل بالنسبة للقايمة او بالنسبة للمنضمين للمعسكر كان كمان على مستوى زي ما انت بتقول على مستوى التشكيل في بعض المباراات كان فيه جدل حوالين هل كروش من هيطبق طريق 4-3-3 بشكل معين هل 4-2-3-1 هل البوزيشن اللي شفنا او تفكير في المراكز اللي بعبوا فيها مع فراغهم انت قريت شخصيته ازاي بشكل عام من النحية الفنية خلينا نتكلم الخامة موجودة الكواليتي بتاع اللاعبين والاختيارات الصحيحة الى حد ما موجود معاك كل اللاعبين اللي تقدر انه يطلع منهم افضل نتائج لانهم فعلا بيمتلكوا كواليتي عالي جدا طريقة 4-2-3-1 اللي دايما بيلعب بيها كروش انا شايف هو مش عارفين نطبقها بالشكل الصحيح 4-3-3 او 4-2-3-1 هو بيبدأ في بعض الاوقات ب 4-2-3-1 وبيلعب برضو 4-3-3-3 في معظم الاوقات 4-2-3-1 انا بشوف دايما الوينجات كابتن هاني دايما بيخليهم يعني وينج داخلي مش وينج خارجي وده طبعا بيأثر بشكل كبير بيفقدنا اللاعب او المهاجم في البوكس اللي يقدر يلعب بعرضيات بشكل كويس جدا زي ما شوفنا في المباراة الاولى يعني كان مصطفى محمد موجود في لاعب بوكس استطاع ان هو يعني يحرز هدف من عرضية وده كانت احسن تطبيق ليه 4-2-3-1 الوينجات دايما بيخليهم داخلي مع سوء او خطأ في الوزيشنج واختيار اللاعب يعني ننتكلم دلوقت كابتن هاني في احمد ياسر ريان في المباراة الأخيرة ومحمد شريف منتكلم في اجنحة انترنالي خليهم جناح داخلي وليس خارجي والاتنين اللاعبين خصوصا محمد هاني لعب بوكس مهاجم داخلي محمد شريف محمد شريف اه وانت بتتكلم كمان على احمد ياسر ريان كلنا متعودين ان احمد ياسر ريان هو لعب سترايكر بالضبط نمرة تسعة نمرة تسعة اعتقاد الشخصي وجوده كطرف شمال قلل من قدراته بشكل كبير جدا وبالتالي على قدرات المنتخب نفس الشيء كان لمحمد شريف بالرغم من ان محمد شريف في بعض الاحيان بيلعب رايت وينج يعني ممكن يلعب رايت وينج لكن كمان امكانيات محمد شريف ظهر بشكل اكبر وبشكل كبير جدا وبشكل عظيم في التهديف من خلال وجوده كراس حربا شايف يعني شايف هو بلسه بيحاول يزبط الدنيا لسه عنده وقت انه يشوف امكانيات اللعيب بشكل اكتر ولا دي الاستراتيجي اللي اشتغل بها قبل كده مع منتخبات سابقة صحيح ده اللي خلاني ارجع فعلا وبص لكروش في المباريات السابقة قبل منتخب مصر فكر كروش دايما بيلعب بنفس الطريقة كابتن هاني يعني احنا كان عند في الهيستري او تاريخ كروش قبل كده كان فيه مباراة مهمة جدا مع سبورتينج لشبونا كانت امام كان فريقي كان اشرك رؤوس الحربة بتاع سبورتينج لشبونا في هذا اللقاء في مركز الوينجات وعكس ايضا الوينج نص الملعب خلاهم يلعبوا وينج يمين وينج شمال كانت مباراة ايضا سوق فيها قدت الى هزيمة ساقيلة 4-0 في هذا اللقاء قبل كده كان بلعب وكان بيدرب منتخب البرتغال تحت 19 عام وكان فيه مواجهة مع السعودية نفس الكلام اشرك لاعبي خط الوسط في مراكز الوينجات وهم اصلا ما بلعبوش وينجات قدت ايضا الى هزيمة 3-0 في تاريخ كروش برضو انا شفت ان هو ده الاستراتيج ده من اللي بعملها يعني هو مش حق لتجارب احنا في مباريات رسمية مهمة جدا عندك لعبين معروفين زي ما حضرتك قلت محمد شريف و احمد ياس ريان سترايكر رقم 9 بلعبوا لعبين بوكس داخلي النتائج والكواليتي بتاعهم بتظهر بتاخد منهم نتائج بشكل افضل في المكان دوت لما جربتهم او جربت محمد شريف في المباراة الجولة الخامسة امام انجولا ما خدتش منه اي حاجة يعني الكواليتي تجارب انت عارف وعلى يقين بامكانيات لعبتك وفاهم كل واحد في مركزه يقدر يديك افضل نتائج وانتاج وكواليتي يظهر بشكل عالي ككواليتي عالي في انهي مركز بالزبط فبالتالي يعني تقدر ان انت تعتمد عليهم ويطبعوا الخطة وفكرك بشكل افضل يمكن كمان يا محمد يمكن عدم وجود افشة في المعسكر الاول لكن وجوده في هذا المعسكر وتقلقه في المباراة بيجيب جون وبيصنع هدف ده دليل واضح جدا ان كمان افشة هيكون من العناصر الاساسية خلال الفترة اللي جاية صحيح ولكن المعدلة في الموضوع هل 4-3-3 الادوار بتختلف بالنسبة للبلي ميكر وخاصة الطايب بتاع محمد مجدي افشة رقم 10 اللي هو يعني الكلاسيكي رقم 10 ادواره بتختلف اذا كان بلعب 4-2-3-1 او 4-3-3 انت شايف اني افضل او ممكن من خلال رؤيتك او دراستك ليك روش هل سيعتمد بشكل كامل على 4-3-3 ولا هيرجع تاني الى 4-2-3-1 واستخدام العناصر المميزة اذا ما بتكلم ان افشة في 4-2-3-1 هو ده الكلاسيك 10 كلاسيك اللي بيقدي بشكل كويس ولا هيعتمد بشكل اكبر بالشق الهجومي والدفاعي بتاعي انا شايف دايما هو بيفضل الاعتماد على 4-2-3-1 وبالتالي محمد مجد افشة هيكون ليه دور فعال ودور ناتج بشكل افضل بكتير شفناه في مركز 8 وشفناه في مركز 10 في اللقاء الاخير ادى بشكل رائع دايما ان طريقة 4-2-3-1 بتعتمد على الهي بريسنج مش اللو بريسنج هو كان بيلعب لو بريسنج وبيلعب الكرات العالية وده مش هتاخد منه افضل نتائج او افضل نتيجة من 4-2-3-1 فبسألك سؤال يمكن صعب شوية لو خلاص القرعة جات والقرعة امام المنتخب الجزائري منتخب الجزائري اكيد عنده قوة هجومية كبيرة جدا ولكن بعض الضعف فيه النواحة الدفاعية بالنسبة لخط الدفاع تفتكر في الحالة دي ان احنا ممكن نعتمد بشكل كبير نلعب 4-3-3 اللي هي فيها اتزان كامل بين الناحية الدفاعية والناحية اللجومية 4-3-3 بكل تأكيد لان زي ما تكلمنا وزي ما حضرتك وضحت ان منتخب الجزائري عنده بعض المشاكل الدفاعية على ناحية الهجوم هو يعتبر من اقوى خط الهجوم زي ما شفنا اسلام سلماني وابو نجاح ووراهم طبعا محرز يعني لا فريق دفاع دفاعيا بعض المشاكل وهنا لو كروش لعب 4-3-3 هيكون فيه فرص اكبر للتهديف والهجوم من الوينجات بشكل كبير جدا كنت ضغط عالي وضغط عالي بالضبط وعندك كل الامكانيات يعني انت عندك كل الامكانيات وكل الاماشة انا متطفق تماما ان الاماشة الموجودة حاليا مع كروش تقدر ان هي تطبق الفكر دوت بشكل افضل من كده لو وضعنا كل اللعب في المركز صحيح ايه رأيك في جمال بالماضي طبعا المدير الفني الجزائري رأيك فيه من رحلة المنتخب الجزائري ومنتخب الجزائري اعتقد عنده كمان لغاية الوقت ريكورد في عدد المباراة بدون هزيمة وصل تقريبا ل32 مباراة صحيح وصل فعلا 33 33 بلا هزيمة يعني جمال بالماضي وضع الفريق الجزائري في لستة او سلسلة الفرق الاوروبية الكبيرة زي ما قلنا ايطاليا وصلت 37 مباراة بلا هزيمة ثم تأتي اسبانيا والبرازيل ب35 ثم يأتي دلوقتي الجزائر ب33 بلا هزيمة في اخر سنتين او 3 اعوام مع جمال بالماضي الجزائر لا يخسر داخل الكرة وداخل الوطن العربي او الدول العربية فريق قوي جدا فريق بلعب بروح بدايما اصرار عنده الفكر ازاي ان انا خلص في المباريات الكبيرة جدا وده طبعا موجود يعني احنا لما بنتكلم نرجع كده بالزمن لورا ونتكلم على تصفيات كس العالم 2010 تساوت الجزائر مع مصر في النقاط في عدد الاهداف وصلنا طبعا اضطرنا لمباراة فصلة وفازت علينا الجزائر بواحد صفر وصعدت لكس عالم 2010 انا شايف عندهم نفس الروح والاصرار نفس القوة ولكن على المستوى المستوى الفني مختلف الفني افضل بكثير مقارنة ب2010 كان ممكن الكوة والاصرار الهمجي الكروي من وجهة نظري ولكن على مستوى اللاعبين على مستوى الاداء الفني لمنتخب الجزائري اعتقد منتخب الجزائري مقارنة ب2010 اعتقد عندهم منتخب اقوى على مستوى الاسماء على مستوى المدربين مدرب كبير جمال بن ماضي مدير الفني لمنتخب الجزائري قال ايه بعد التعادل والتأهل للدور الاقصائي لتصفيات كأس أفريقيا للكأس العالم والتعادل مع بوركينا فاس 2 نشوف ما حضرت اذا وضعنا في الاعتبار حالة الطقس خاصة هنا في الجزائر على هذا الاستاذ بقى لعبين من الصباح وقلت لهم علينا تناول وجبة ونرتاح لفترة وكنا في حافلة الركاب وحجرة تغيير الملابس بينما جلس المشجعون من الصباح على المدرجات تحت الامطار المتساخطة افضل مهاجم للمنتخب البوركيني في تصفيات كأس العالم على سبيل المثال هو اليافع عبدولت ابسوبا الذي يلعب لفريق ليغ وقد لعب الفترة قصيرة مقارنة مع المهاجم الاول على سبيل المثال تراوري لم يأتي تراوري ولذلك اقول ان منتخب بوركيني يضم مجموعة جيدة من اللاعبين ومعنوياتهم اذا اردت الحديث عن المواجهتين فلا اريد حتى ان اقول ان هذا هو الخصم الاكثر ثباتا في المجموعة الاولى لانني كنت منتظار هذه المباراة الكبيرة كانت لدينا فرصة حسم المباراة من المباراة السابقة فقد هيئنا فرصتين كبيرتين واحدة برأسية من رامي وتهيئة اخرى الاسلام سليماني كانت وسعنا التقدم بثلاثة اهداف دون مقابل في الشوط الاول كان الوضع كذلك لوضعنا في المقدمة بهدفين دون مقابل لا احكم قلبي لكنني احكم عقلي فقلبي يتمنى اشياء مختلفة وانا لا اضعها بعيدا نعد بصورة جيدة لكل خصم نجابهه هدفنا التأهل لكأس العالم بأي ثمن لا تهمنا هوية الخصم لاننا سندرس الخصم بصورة جيدة ونعد له على افضل وجه لاجل التأهل لكأس العالم يعني لفت نظري جملة مفيدة قالها طبعا جمال بالماضي لا يهمنا اسم الخصم احنا بنشتغل على انفسنا بنشتغل بنجهز لنفسنا بشكل كبير جدا وهو ده المطلوب من منتقب مصر مش هيهمنا اسم الفريق بقدر ما هيهمنا الجاهزية والتركيز وان احنا نحلل الفريق بشكل كويس ونكون جاهزين بشكل معنوي وفني وجماهيري وبكل شيء ان شاء الله ليه صعود لكأس العالم محمد طبعا بالماضي بيتكلم على اداء المنتخب الجزائري مش خلالها المباراة بس لكن كمان تكلم على قبل المباراة من المنتخب بوركينا فاسو كمان من المنتخبات القوية عندها عناصر محترفة بشكل كبير جدا وده اللي بيأكد ان حتى كمان الفرق اللي خرجت من سباء المونديال لكن كمان فرق تحترم وعندها قوة وعندها محترفين بشكل كبير بكل تأكيد يعني فعلا الوصول العشر منتخبات زي ما قلنا النتائج أنصفتهم ولكن في بعض الفرق زي طبعا جنوب أفريقيا من الفرق المهمة جدا دايما متواجدة على الساحة الأفريقية بشكل كبير جدا بطولة أمم أفريقيا أو على صعيد تصفيات كاس العالم على مدار التاريخ بكل تأكيد يعني نتفق معا جدا ان احنا بنركز ليس لنا يعني تركيز على من الخصم ولكن بنركز على نفسنا بنشتغل على نفسنا بشكل كويس بنحل الأداء في كل المباريات مع كل اللاعبين مع كل لعبة بتتلعب لوصول لأحسن ونصل للتوب فورم أو يحافظ ان هو يكون دايما في التوب فورم مع المنتخب الجزائري طيب دي أرقام محمد دي أرقام مشوار منتخب مصر للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكاس العالم لعبنا ست مباريات طبعا احنا على رأس المجموعة المركز الأول عدد النقاط 14 نقطة من أصل 18 نقطة فزنا في أربع مباريات تعادلنا مباريتين بدون هزيمة لنا من الأهداف عشر أهداف وعلينا أربع أهداف خلينا أخذ الرقمين اللي في الآخر عشر أهداف من خلال ست مباريات مع مجموعة أعتقد فيها الجابون فيها أنجولا فيها ليبيا تعتقد هذا الرقم المفروض يكون أكبر بشكل أو بآخر طبعا بكل تأكيد كان المفروض يكون أكبر من كده بشكل كبير واستكبال أربع أهداف برضو رقم كبير بكل تأكيد لأن ده بيوضح وده اللي شفناه على أرض الملعف وخصوصا في آخر ثلاث لقاءات عندنا مشكلة في الدفاع أو عندنا مشكلة في الدفاع عدم الانسجام اللي دايما بتفكرني بمانشستر يونيتد ميجواير وشو دايما اتخبط ما بينهم أو عدم الانسجام ما بينهم بيقدي لخسائر أو استكبال أهداف عشر أهداف في مجموعة قد تكون يعني مش قوية مش مش عنيفة زي اللي شفنا في المقارنة بالمجموعات الأخرى الجزار 25 هدف المغرب 20 هدف في التصفيات مصر عشر أهداف مع وجود لعبين مهاجمين أقوية جدا يعني بقيمة محمد صلاح صحيح وأيضا محمد شريف ده بيدل أني عندنا شوية قصور في النواحي اللجومية رغم موجود عناصر كبيرة عندنا مهاجمين بقادر محمد صلاح محمد شريف بتتكلم على أفشا بتتكلم على حتى مصطفى محمد على عمر مرموش يعني عمر مرموش فالعدد دو واضح أن فيه خلل شوية في الحتة اللجومية وده بيوضح لنا هو عدم تطبيق الفكرة أو الخطة سواء كانت أربعة اثنين تلاتة واحد بشكل مظبوط أو أربعة تلاتة تلاتة والسوق البوزيشنينج اللي احنا شفناه المتكرر وإحنا مش حقل تجارب إحنا في مباراة رسمية بنؤمن بلعبتنا عندهم خامة كويسة جدا قد يكون قد نحرز أكثر من عشر أهداف في ظل وجود منتخابات يعني متوضعة مقارنة بالمجميع الأخرى أو المجموعات الأخرى طيب تعالوا نشوف كمان مشوار كروش مع المنتقب المصري أرقام وإحسائيات قال كروش المدير الفني المنتقب مصر خلال التصفيات الأفريقية المؤهلة لكاس العالم لعب أو لعبنا مع كروش أربع مباريات فوزنا في ثلاثة اتعدلنا في واحد لا هزيمة لينا من الأهداف ثمان أهداف في أربع مباريات تقريبا هدفين لكل مباراة علينا ثلاث جوال في أربع مباريات ده رقم أعتقد رقم كبير شباك نظيفة مرتين ما زلنا طبعا لسه عدد المباريات والفترة لعدها كروش ما نقدرش نحكم عليه بشكل كبير لكن بتدي يعني انطباع بشكل مؤقت بتتكلم على الحالة الهجومية شايفين خلاص أربع مباريات ثمان أهداف لا بأس لكن كمان الحالة الدفاعية وانت كمان بتلعب مع فرق عفقادي الشخصي وبعدد الأهداف اللي داخل فيه يعتبر كبير عشان كده لازم يكون هناك وقفة لازم نعيد ترتيب أوراقنا بشكل أفضل من كده لازم نؤمن بلعبتنا ونديهم السابورت بشكل أفضل من كده كروش لازم أنا أخشى أخشى أن يستمر في هذه الاستراتيجية لأنه زي ما قلنا وضحنا للسادة المشاهدين إن ده في الهيستري في تاريخ كروش كان بيعمل كده وقدت إلى خسائر كبيرة في لقاءاته السابقة ويعني أبرزهم كان خسارة أو نتيجة كارثية بستة واحد أمام الإكوادور كان معها طبعا مع منتخب كولومبيا وكان بسوق البوزيشن نفس الفكر إن شاء الله بإذن الله كل الأمور دي تتضح عندنا كمان لسه عندنا كاس العرب وعندنا كمان كاس الأمم الأفريقية أعتقد كروش من المدربين الأسكية في وقت إن شاء الله يكون مش قصير يقدر يعني يكون عنده قيمة ولايحة من اللاعبين المميزين إن شاء الله يكون جاهزين بإذن الله في مارس للصعود لكاس العالم إن شاء الله هنروح لفاصل سريع وبعد الفاصل نرجع بقى على الحرب في أوروبا التصفيات الأوروبية ومين الفرق اللي وصلت في أوروبا لكاس العالم عشرين اتنين وعشرين أهلا بحضراتكم مرة تانية وزي ما بقول لحضراتكم هنتكلم في الفقرة دي عن الحرب في إيطاليا أو الحرب في أوروبا على الوصول لكاس العالم طبعا على مستوى المنتخبات يسعدنا ويشرفنا هنا في قناة النادي الأهلي يكون معنا واحد من كبار الصحفيين في إيطاليا وواحد من محلل الكرة العالمية طبعا في سكاي سبورت وصحف كبير في جريدة كبيرة ديلي سبورت الإيطالية وكوريريا ديلي ستالا كل دوت سيكون معنا في قناة النادي الأهلي عشان نتعرف منه على تصفيات أوروبا وكمان على المنتخب الإيطالي بشكل خاص وتعطروا في التأهل المباشر لكاس العالم معنا مع حضراتكم طبعا جان لوكا بادوفان بادوفان ده الصحفي الكبير بنرحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي مساء الخير على الجميع ومساء الخير على قناة الأهلي شكرا لكم على الكلام الجميل وشكرا على توجيه الدعوة لجان كارلو بادوفان أنا سعيد لأننا موجودة على أحد قناة العظيمة قناة النادي الأهلي طبعا بشرفنا وجودك معنا كواحد من خبراء الكرة الإيطالية والكرة العالمية ورأيك في تصفيات أوروبا وتعطر المنتخب الإيطالي فالوصول المباشر لإنهايات كأس العالم عشرين اتنين وعشرين والتعادل الأخير أمام المنتخب السويسري في حقيقة الأمر غضب عارم في الشرع الإيطالي بعد التعادل المخيب للأمال أمام أيرلندا الشمالية هذه ليست المرة الأولى التي تفعلها أيرلندا مع إيطاليا وقد فعلتها من قبل لكن روبرتو منسيني والفريق الإيطالي أضعوا فرصة كبيرة فرصة عظيمة وهي التأهل مباشرة لنهيات كأس العالم لأنك تعلم صعوبة الملحق والمباريات الكبيرة التي كتلعب في الملحق والإيطاليون متشائمون بعد الشيء من الملحق خاصة بعد المرة الأخيرة التي خسرتها إيطاليا أمام السويد وودعت كأس العالم لكن هناك أشياء يجب أن يعلمها الجميع ويعلمها كل متابع لإيطاليا أن روبرتو منسيني بعد اليورو عاد بإيطاليا إلى الوراء بعض الحلول لم يجدها في غياب سبيناتزولا وغياب بعض العناصر الإيطالية وأثرت على المنتخب الإيطالي وعلى اختياراته الأخيرة لكن يجب على الجميع أن يعلم أن هذه المجموعة قد فازت منذ شهور في بطولة الأمم الأوروبية لا يجب أن نسفح اللاعبين الثقافة في إيطاليا مختلفة وفي أوروبا مختلفة بعد الشيء يجب أن تعلم أن إيطاليا قد تلعب ملحق كبير أنا متفائل وليست هناك أي مشاكل في اللعب الملحق لكن الجميع الآن يتحدث عن بعض الانتقادات لروبرتو منسيني والفريق الإيطالي يجب أن نقف مع إيطاليا ويجب أن نسك في قدرات روبرتو منسيني ويجب أن نسك في المجموعة الإيطالية التي تجد الآن لأن كل شيء لم ينتهي إيطاليا مزالت في اللعبة فرميامو ميستر طبيعي طبعا لكن خلينا نتكلم بصفة خاصة ويمكن أنا قلت كلمت على تعادل مع المنتخب السويسري هل كان ممكن هذه الانتقادات الكثيرة والجدل الكبير حول روبرتو منسيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي يتغير 180 درجة لو أحرز جورجينيو ضربة الجزاء في الديئة 89 أمام المنتخب السويسري وكانت هذه ضربة الجزاء قادرة لتأهل المنتخب الإيطالي مباشرة لكاس العالم هل كان هيتغير الوضع تماما هل الصورة كانت هتكون مختلفة بالنسبة للشارع الإيطالي أنا متافق معك تماما روبرتو منسيني لا يجب أن يتحمل القسارة وحده ولا يجب أن يتحمل المسؤولية وحده كما ذكرت هذا الشيء إذا قام جورجينيو بتذكيل ضربتين الجزاء أتحدث عن ضربة الجزاء الأولى أمام سويسرا في زيوريخ وضربة الجزاء الثانية في ملعب الأوليم بيكو في روما في الدقيقة 89 دي تسعين نتحدث عن المباراة قد انتهت وإيطاليا قد تسعد والأمور كانت أفضل ما يرام على الآن لذا روبرتو منسيني لا يتحمل لوحده وخفاق إيطاليا في التأهل لكاس العالم وشارتا جورجينيو أيضا يتحمل لكن إذا كنت تريد أن توجه السؤال بطريقة أخرى أن روبرتو منسيني المسؤول عن إعطاء الأوامر لجورجينيو ومن هذا السؤال أنت متابع أيضا لأن جورجينيو أضع عرقل الجزاء أمام إنجلترا في الفاينال فينا لهم أموروبا وأضع الدربة الأولى في سويسا ثم إعطاء الأوامر لجورجينيو أن يصدد ضرب الجزاء في هذه الصعوبة في الدقيقة 90 روبرتو منسيني لا يعلم الغيب وجورجينيو على قدر المسؤولية لكن لا يجب أن نسبح جورجينيو هو لعب هام ومرشح للبالندور لكن أزي كرة القدم وتحدث روبرتو باجيو أضع في 94 ضرب الجزاء أهم خلينا نتكلم على مستوى الدوري الإيطالي ويمكن الأسبوع اللي جاي فيه طبعا مباراتين على مستوى عالي جدا وإنتر هيقابل نابولي واليوفي أمام لاتسيو شايف كمان على مستوى السيريا الإيطالية التنافس بين نابولي نتكلم على نابولي نتكلم على ميلان على الإنتر وتأخر الليوفينتوس شايف الدوري الإيطالي إزاي من خلال حتى لقاءات القمة في الأسبوع القادم دوري الإيطالي هذا العام وهذه النسخة نسخة قوية جدا وهناك العديد من الأشياء الأهم كتتحدث في الأسبوع المقبلة خاصة مباراة الإنتر ونابولي كتتحسم الأمور بعض الشيء بالنسبة لجولة الشتاء الإنتر كان بعمل مباراة رائعة أمام فيرنتينا وكانت آخر مباراة رائعة لسيموني إنزاجي وفريقو ثم مباراة الديربي لكن يجب على روبرتو منسيني أن يفكر دائما لأن منسيني يهدر بعض النقاط ببعض التصرفات الخاطئة داخل المباراة الإنتر إذا كان يريد أن يصعد للمركز الأول يجب أن يفوز على نابولي وأن ينتظر تعصر الميلان لكن الدور الإيطالي دوري كوي أحد أقوى دوريات في العالم لم ولن يفقد باريكو في يوم من الأيام لكن الدور الإيطالي خسر لوكاكو وخسر عشرف حكيمي لكن الدور الإيطالي ما زال يحتفظ بلمعانه ويحتفظ بباريكو ولن ينتهي الدور الإيطالي وأنت تتابع والجميع يتابع الدور الإيطالي لكن أنا لست متفق أن الدور الإيطالي ضعيف وأن الدور الإيطالي لا يجب أن يدخل في المنافسة مع الدور الإنجليزي والدور الأسباني الدور الإيطالي له طابع خاص والله باريكو خاص ولم ولن يقصر باريكو وطابعه أنا بتفق معكم يعني طبعا دائما وأبدا الدور الإيطالي دوري قوي جدا ولكن المخاوف على مستوى اللعبين وعايز أطرح سؤال طبعا من خلال كونتيا المدير الفني الحالي لفريق توتنهام وبيقول أنه سيحاول يصدر للدوري الإنجليزي بعض اللعبين من الدور الإيطالي بعض اللعبين الإيطاليين عايز أعرف تأثير ده على يمكن والأزمة كمان المالية اللي مرت بيها الأندية الإيطالية خلال فترة كورونا كل هذه التأثيرات السلبية في أزمات على مستوى الأندية في بعض المدربين أو خروج لعبي المنتخب أو لعبي الأندية الإيطالية خارج إيطاليا لتعاقد في الدوري الفرنسي في الدوري الإنجليزي هل ده شايف أنه يكون مؤشر خطر جدا على مستوى الدوري الإيطالي وقويته وهو بالتالي كمان على مستوى المنتخب الإيطالي في المستقبل معك حق والجميع في هذه النقطة أن إيطاليا تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة ليست فقط إيطاليا ولكن بعض الدوريات الأخرى وبعض الدور الأخرى تعاني من نفس الأزمة لكن إيطاليا تعاني منها منذ 2006 والأمور دائما في إيطاليا مفتوحة والصحفيين يتحدثون في كل مكان لذلك الجميع يعمل سكوب فقط على إيطاليا وإيطاليا دائما ما تكون في أمور سيئة وينزرون دائما إلى السيئة لدينا لكن إيطاليا تعافت أقول لك الشيئا هاما يجب أن تعلم أن إيطاليا تصنع الأمجاد عندما تكون في الأزمات رأيت ذلك في 2006 منذ فديحة الكالشي بولي لقد مرينا بعديد من الأزمات وتعافينا وأصبحنا أبطال العالم كورونا أصارت بالطبع هناك العديد من المستثمرين دخلوا الآن بكوة من أجل شراء بعض الأندية الإيطالية أنت تعلم الأندية الإيطالية أمثال الميلا والإنتر والمجبوعة الصينية لكن نعود إلى النقطة التي ذكرتها في الأول أنتونيو كونتي أنتونيو كونتي يريد جلب العديد من المواهب الإيطالية لأن أنتونيو كونتي يعشق اللاعب الإيطالي ولديه منتاليتي وكواليتي خاصة بالنسبة للعبين الإيطاليين وهذا بالطبع سيؤثر على الدور الإيطالي وسيؤثر على السيريا لكن اللاعبون الآن أصبحوا يهتمون بالأموال أكثر من الشعار أكيد طبعا كلنا وكل يمكن الشعوب العربية بتحب الكرة الإيطالية وبتحب الدور الإيطالي بشكل كبير ده اللي هخليني أرجع تاني وأسأله على هل وتاني هتكلم على المنتخب الإيطالي هل هناك خوف من تكرار طبعا شبح الملحة الأوروبي أمام المنتخب السويدي في تصفيات كياس العالم مؤهلة لـ 2018 أم هناك ثقة وهناك تحدي كبير للمنتخب الإيطالي والشارع الإيطالي في عبور هذه الأزمة والوصول لكياس العالم 20-22 لا لا بالطبع لديك حق نحن خائفون لسنا فقط خائفون نحن مرعبون من تكرار سيناريو السويد إذا كنت تراني وترى وجهي الشاحب الآن أمامك السؤال صعب مجرد التفكير فأن إيطاليا أبطال أوروبا لن يلعبون كأس العالم القادم في قطر ستكون بما ثابت في ضيحة كبيرة ستهز عرش الكرة الإيطالية أن بطل أوروبا لن يلعب البطولة القادمة في قطر لدينا الخوف نعم لدينا الخوف لن ننسى حتى الآن تجربة الأخيرة أمام السويد لكن سنعبر من السمي فاينال والمشكلة الكبيرة ستكون في الفاينال لأنك تعلم البلي أوف مليء بالمتخبات الكبرى نحن ننتظر القرعة بفارغ الصبر ذكر شيء هام الآن جانكاررو بادوبان أن الإيطاليون يخشون مواجهة بعض الفرق ليس فقط لأن إيطاليا تهاب هؤلاء ولكن إيطاليا الآن ليست لديها استعداد أن تقوم بعمل مباراة كبيرة كالملحق من أجل التاهل لكهس العالم أمام منتخب كبير وهذه صراحة يحترم عليها طبعا هو السؤال الأخير قبل ما أختم معاك طبعا أنت متابع بشكل كبير جدا للقرى الأوروبية وخاصة يعني اقتراب جوائز البلندور على مستوى كورة القدم رأيك إيه في البلندور وهل محمد صلاح لجمينة المصري قد يكون له نصيب في هذه الجائزة ولا أنت شايف أنه ممكن تكون أسماء أخرى زي ليفا زي رونالدو ميسي جوجينيو هل تكون أسماء يعني بعينها هي الأقرب لهذه الجائزة بالنسبة لي يوصفني أن أقول لا محمد صلاح لن يفوز بالبلندور هذا العام ليس لأنه لا يستحق محمد صلاح يستحق ويستحق بطريقة كبيرة هذا العام إذن نتحدث عن هذا العام حسبت لنا العام الماضي لكن العام القادم محمد صلاح سيكون نامبر وان وبالنسبة لي حصرياً لقناة الآلي وبرنامج المحترف بالنسبة لجان كاررو بادوبان بعض الأخبار التي تم تسريبها له روبرت ليفاندوسكي قد يفوز بالبلندور وقد يتوق به هذا العام صلاح العام القادم بالتأكيد صلاح أو كريم بنزيمة يستحق لبلندور طبعاً بنشكرك شكراً جزيلاً على وجودك معنا أكيد على شاشة القناة النادي الأهلي يعني كان لقاء ممتع جداً جداً وإحنا على المستوى الشخصي وهنا في المحترف إحنا طبعاً بنحب الكرة الإيطالية وكل الشعب المصري بيحب الكرة الإيطالية وأكيد وجود المنتخب الإيطالي في كاس العالم أكيد هيزيده قوة وإصارة محمد طبعاً حتى على مستوى الدولي فيه كمان إيطاليا عندها جزء لسه نتكلم المفروض المنتخب مصر ما يفكرش مين يلعب مين عشان الوصول لكن طبيعي جداً أن طبعاً حتى المنتخب الإيطالي بطل أوروبا عنده خوف وعنده شوية قلق من الملحة الأوروبي لأنه قد يصطدم ببعض الفرق الكبيرة بالضبط وبكل تأكيد وخصوصاً التجربة الأخيرة كان في الملحق الأوروبي أيضاً في 2018 أمام السويد والخسارة الكبيرة وتم صعود طبعاً فريس سويد على حساب إيطاليا لنهايات كاس العالم إيطاليا مع منشيني فعلاً وبكل تأكيد ما بعد اليورو في مهاب الريح فعلاً نتائج ليستها الأفضل أنا شايف من وجهة نظري أن منشيني عنده يعني زي ما بيقال كده كابتن هاني يقعد يفكر بشكل كبير بيقعد يبتكر في مباريات مهمة أنا عايز أقول حاجة مهمة جداً في اللقاء الأخير أنا طبعاً بحط اللوم على منشيني في ضربة جزاء جورجينيو في مبارات سويسرا وتوقيت مهم جداً لازم نرجع شواء احنا شفنا جورجينيو أضاع فعلاً ضربة جزاء أمام إنجلترا في اليورو الأخير أوكي يعني أنت لازم جورجينيو خامة كبيرة بينافس فعلاً على البالندور موجود وأخذ أفضل لاعب في الشامينس ليج هذا العام على العام 2020 نرجع لحتة مهمة جداً فنية تاكتيكية من منشيني في المبارات الأخيرة عمل إيه منشيني؟ نفس الفكر فيه كيزة الراجل ده بلعب جناح يمين خده وده ناحية اليسار مع باريلا نفس الكلام السوق التوظيف في المباراة ولعب بإنسيني كابتن هاني مهاجم وهمي إنسيني زي ما احنا بنتكلم على محمد شريف هنا هو رجل سترايكر رقم تسعة بلعب جوه البوكس هداف لعب بإنسيني مهاجم وهمي وبالتالي النتائج كانت سيئة جداً ما شفناش إنسيني خالص في هذه المباراة التأخير في أعادة كيزة في مكانه كان بعد دقيقة سبعين أو تمانين في الشوت التاني في المباراة طبعاً كان بعد خلاص انتهى الأمر وضاعت أمال فريق الإيطالي إحنا لو بصينا في النتائج منشيني في آخر لقاءات ما بعد سلسلة لا هزيمة 37 مباراة لا هزيمة منذ تولى منشيني أيضاً في آخر سنتين ثلاثة وبطل أوروبا الخسارة أمام الفريق الأسباني في دوري الأمم الأوروبية قبل النهائي طبعاً أربع تعادلات زي ما قال بالزبط فيه طبعاً فوز مرتين فقط وكان على حساب بلجيكا في المركز الثالث والرابع في دوري الأمم الأوروبية والفوز إلا على حساب بلغاريا في التصفيات هذه التصفيات كاس العالم أربع صف طبعاً كان فيه خسارة وحيدة ولكن هذه نتائج غير مرضية وضعت إيطاليا في هذا المأزق في الملحق الملحق ليس لدى إيطاليا خبرات الجمهور الإيطالي غاضب ويصير الغضب طبعاً على منشيني وعلى الكتيبة الموجودة وخصوصاً منشيني هو يتحمل الشكل الأكبر في نتائج السيئة لإيطاليا طيب أنت شايف من خلال طبعاً أنت عارف طبعاً خلاص كان هم عشر مجموعات بيأخذوا الأول عن كل مجموعة للصعود المباشر لكاس العالم والمركز الثاني بيخش في البلاي أوفس وطبعاً لسه ده هيتم في شهر مارس بالنسبة لك في بعض المفاجآت في الفرق اللي وصلت الفرق اللي وصلت من أوروبا لتقاهل مباشر على سبيل المثال لو تكلمنا مثلاً عن سربيا وسربيا طبعاً يمكن في المباراة الأخيرة والفوز 2-1 مثلاً على البرتغال فاعتقادت كان مفاجأة ولا سربيا تستحق السعود المباشر والبرتغال كانت يمكن خلال الجولتين اللي فاتوا كانت في أضعف حالتها لا سربيا تستحق طبعاً بكل تأكيد دي مش مفاجأة بالنسبة لي سربيا ظهرت بشكل رائع وطوي دي الصورة معلش يا محمد دي الصورة كمان اللي كنت بتقول عليها كانت طبعاً الصورة اللي فاتت دي كانت صورة إخفاق طبعاً جورجينيو أمام المنتخب الإنجليزي وبعدها أمام المنتخب كمان السويسري في الجولة القبل الأخيرة صحيح طبعاً لو نرجع هل كان في مفاجآت في التصفيات الأخيرة أو خصوصاً التواني اللي دخلوا في البلاي أوف من وجهة نظري لا طبعاً سربيا تستحق السعود سربيا دي هذا العام يعتبر المرة التانية على التوالي كابتن هاني لصعود لكاس العالم في تصفيات أيضاً 2018 تأهلت من المواجهات الأولية أو المرحلة الأولى تأهلت بشكل مباشر لنهاية كاس العالم وكانت على رأس المجموعة كان معها النمسا على ما تذكر وبعض المنتخبات ما كانوش متخبات قوية مثل مقارنة بهذا العام هذا العام طبعاً معها البرتغال سربيا خص معنيد نقدر نقول أنه سرق التأهل على حساب البرتغال سرق طبعاً محترى ما سرق قروية الأخر داي المباراة طبعاً صحيح يعني دايماً يقال وكان فيه كلام كتير جداً على ضربة سوريا على الهدف هدف رونالدو في الدقائق الأخيرة في مباراة السربيا والبرتغال المباراة الأولى كانت تأهل البرتغال طبعاً ويحقق بها الفوز على حساب السربيا وتم إلغاء الهدف هدف كان واضح جداً أصار غضب رونالدو ورمى الإشارة زي ما شفنا في كانت مباراة كوية جداً سربيا تستحق سربيا خطفت التأهل من البرتغال وأطاحت بالبرتغال للبلاي أوف زي ما حدثتك قلت أن فيه البلاي أوف المفروض أن 12 فريق 10 فرق اللي هم التواني لما نشرح تاني يعني مفهوم الملحك والبلاي أوف 10 فرق هم التواني في العشر مجموعات ويأتي فرقتين هما يعتبروا المراكز الأولى في مجموعاتهم في الأمم الأوروبية وتم اختيارهم بالفعل هم التشيك وأعتقد النمسا يعني نتأكد هو يعني التشيك أعتقد والنمسا هما تم إضافاتهم للفرق لتكوين 12 فريق بتقسمه على 3 مجموعات بالضبط على 3 مجموعات كل مجموع 4 فريق وبعد كده بيحصل سيمي فاينل وفاينل ويصعد فقط ثلاث فرق من البلاي أوف لنهايات كاس العالم طب تعالى محمد نشوف يمكن كمان من خلال الجدول من خلال فريق الإعداد يمكن آخر نتائج في الجولتين اللي فاتوا للماتشات كانت يوم الـ 2 و 3 في التصفيات الأوروبية للكاس العالم وطبعا أهم النتائج كان طبعا بولندا والهزيمة أمام المجر 2-1 سان مارينو هزيمة أمام إنجلترا 10-0 اسكتلندا بتفوز 2-0 على الدنمارك وتحجز مكان في البلاي أوف أيرلندا الشمالية بتعطل إيطاليا وبتتعادل معها 0-0 وبذلك إيطاليا لم تتأهل مباشرة ومستنية طبعا البلاي أوف في مارس سويسرا والفوز 4-0 على بولغاريا وكانت بطاقة التأهل للمنتخب السويسري مباشرة وطبعا كان في المركز كان في حرب ما بين سويسرا وإيطاليا على هذا التأهل ولكن سويسرا فازت 4-0 وتعادل المنتخب الإيطالي أمام أيرلندا 0-0 إدى سويسرا بطاقة التأهل هولندا وطبعا الفوز والتأهل بنتيجة 2-0 على النرويج كان مهم جدا هذه المباراة للمنتخب الهولندي ويلز 1-0 أمام بلجيكا طبعا بلجيكا وصلة للمونديال وويلز في المركز الثاني في البلاي أوفز في مارس القادم فنلندا الهزيمة أمام فرنسا 2-0 وطبعا منتخب الفرنسي كان متأهل إلى طبعا كاس العالم مباشرة نتكلم على الأدئة حتى من خلال الناس الصحبي كان معنا جان لوكا ويتكلم صعوبة البلاي أوفز وفيه عدد كبير من الفرق القوية جدا في هذه المشهولة البطولة ولكن في هذه التصفية المهمة جدا للوصول لكاس العالم طبعا يعني احنا لازم لو نعرض للسادة المشاهديننا كابتن هاني البلاي أوف فيه آخر أربع مرات فيه تصفيات كاس العالم أوروبا يعني منبدأ بألفين وعشرة يعني ممكن نسرد فرنسا والبرتغال أيضا كانت موجودة لها تاريخ برتغال في البلاي أوف يعني متواجدة دائما في البلاي أوف متواجدة في 2010 وفيه 2014 أيضا وصعدت بعد كده لنهايات كاس العالم من البلاي أوف فرنسا والبرتغال واليونان وسلوفاكيا كانوا في البلاي أوف وهم اللي صعدوا في 2010 في 2014 تاني البرتغال وفرنسا أيضا كانت موجودة في البلاي أوف في 2014 معاهم اليونان وكرواتيا وصعدوا بعد كده لنهايات كاس العالم وحنتكلم على آخر مرة 2018 في البلاي أوف كان سويسرا وكرواتيا والدينمارك والسويد والسويد طبعا فازت على إيطاليا زي ما قلنا وصعدت لنهايات كاس العالم البلاي أوف طبعا مباراة بتكون نارية مهمة جدا وصعبة جدا فيها مفاجآت كبيرة جدا ولكن البرتغال لها باع كبير وخبرات رونالدو في 2014 هو اللي خد البرتغال وصعد بيهم طبعا بعد ما أحرز هدف مهم جدا في آخر الدقائق في المباراة أمام السويد وفاز على السويد وصعد لنهايات كاس العالم زي ما قلنا كده عايزين نوضح أن كان التشيك والنمسا هم الفرقتين اللي تاخدوا من الأمم الأوروبية تضموا ليه العشر فرق التواني زي ما حضرتك أعراض الفرق المتأهلة مباشرة والفرق المتأهلة ليه للبلاي أوف صحيح كلها منتخبات قوية جدا جدا في مارس القادم هيكون فيه حرب على طبعا التأهل لكاس العالم 2020 على مستوى القارة الأفريقية والتصفيات النهائية على مستوى القارة الأوروبية والملحق الأوروبي للوصول لكاس العالم فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم أهلا بحضراتكم مرة تانية محمد كنا بنتكلم على كان التصفيات قوية جدا جدا على مستوى المجموعات في أوروبا زي ما بنتكلم على أفريقيا كان فيه عشر مجموعات كمان أوروبا فيه عشر مجموعات التصفيات أوروبا بنهايتها يمكن في الجولة الأخيرة وخلص وصول عشر فرق فيه 12 فرق إن شاء الله في مارس للملحق لصعود لكاس العالم عايزين ناخد معك مجموعة مجموعة وتقول لي رأيك كان فيه مفاجأة في المجموعة دي ورأيك كمان في الفرق المتأهلة لكاس العالم حظوصها إيه في كاس العالم اللي جاي من خلال أداءهم الحالي مع منتخباتهم المجموعة الأولى في التصفيات على مستوى أوروبا المجموعة الأولى سربيا في المركز الأول والتأهل للمباشر لكاس العالم فيه طبعا فيه 6 مباريات فيه 6 مباريات 20 نقطة البرتغال فيه 8 مباريات 20 نقطة البرتغال فيه الملحق الأوروبي به 17 نقطة أيرلندا في المركز الثالث لوكسنبورغ في المركز الرابع وقطر في المركز طبعا قطر كانت موجودة شرفيا يعني في هذه المجموعة لكن لم تحتسب طبعا نتائج المباريات كان أنت بالنسبة لك المفاجأة أي في المجموعة دي وهل سربيا فقدرة أنها تعمل شكل كويس في كاس العالم اللي جاي؟ يعني هو بالنسبة لي زي ما قلت مش مفاجأة كبيرة سربيا سربيا دايما متواجد بشكل كويس ويستحق عن جدارة الصعود بشكل مباشر لنهاية كاس العالم حتى لو على حساب البرتغال زي ما قلنا بغض النظر عن هل ظلم البرتغال في المباراة الأولى أم لا لكن سربيا تستحق وهل ستصل لمراحل متقدمة سربيا في كاس العالم؟ لا هنا أشكي بوجود منتخبات قوية لكن السؤال الثاني هل تستطيع البرتغال بالصعود لنهايات كاس العالم في الملحة الأوروبي ولا الأمور ستكون صعبة بالنسبة لك؟ أنا أتوقع وأعتقد بشكل كبير أن البرتغال ستصعد لنهاية كاس العالم ده الفرصة الوحيدة والأخيرة نقدر نقول لكريستيان ورونالدو نفس الكلام لو رجعنا بصينا في نفس الموقف ونفس الوقت كريستيان ورونالدو قد يعاني مع المان يونايتد في الشامبيونس ليج وقد أيضا لا يلتحك والأدوار الكاس دور الستاشر وممكن يلعب دوري أوروبا وده برضو شيء ليس بقيمة رونالدو من الغريب برضو أن البرتغال دايما في الملحة وبتوصل كاس عالم ويمكن كريستيان ورونالدو بعد المباراة قال لي ممكن إحنا متعودين أنه دايما نحط نفسنا في مواقف صعبة لكن مواقف الصعبة دي بتبني نتائج جيدة في المستعبل القريب بالزبط زي ما قلنا في 2010 و2014 كانت البرتغال متواجدة في البلاي أوف وصعدت أيضا لنهايات كاس العالم فأعتقد أنه عنده فرصة كبيرة جدا للصعود لنهايات كاس العالم من الملحة طيب نروح للمجموعة التانية برضو نشوف المجموعة التانية طبعا فيها المنتخب الأسباني والسويد واليونان وجورجيا وكوزوف طبعا منتخب الأسباني في المركز الأول والتأهيل مباشرة لكاس العالم 19 نقطة من 8 مباراة المنتخب السويدي في المركز التاني 15 نقطة في البلاي أوف اليونان جورجيا وكوزوف في المركز طبعا الرابع والخامس والسادس ما فيش مفاجآت في المجموعة دي بالنسبة لك في كل تأكيد يعني أسبانيا طبعا تستحق ولا جدال أمريكي مع الفريق المخضرم والفريق العناصر الشباب الشابة الموجودة طبعا استطاع بكل قوة الوصول وقد ينافس أيضا للوصول لأبعد المراحل فيه نهاية كاس العالم في قطر 22 المنتخب السويدي كمان أمام منتخب أسبانيا في الجولة الأخيرة كان بيؤدي أداء أكثر من رائع يمكن فوز المنتخب الأسباني بصعوبة 1-0 في نهاية المباراة وكان يمكن منتخب السويدي قريب جدا من فوز هذه المباراة لكن شايف كمان أن المنتخب السويدي بالإمكانيات الموجودة باللعيبة الموجودة دلوقتي كمان هيكون ليه دور أو يكون عنصر مهم في الملحق الأوروبي يكون ليه حزوز للسعود ليه كاس العالم بكل تأكيد يعني احنا لسه عالين أن السويد قابلت إيطاليا في الملحق في 2018 و18 النسخة الماضية وفازت على إيطاليا نفس الكلام زي ما كنا نتكلم على البرتغال لها باع كبير في البلاي أوف وخبرات في الصعود من البلاي أوف لنهاية كاس العالم أيضا السويد كانت متواجدة بشكل كبير في الملحق وفازت على إيطاليا زي ما قلنا في 2018 وهزمت بالمناسبة من البرتغال في 2014 برتغال صعدت على حساب السويد لنهايات كاس العالم وكان أيضا سويد متواجدة في الملحق فمش جديد على السويد وجودها في البلاي أوف وقد تصل أيضا وقد تنافس لنهايات كاسل عام طيب نروح للمجموعة الثالثة طبعا المجموعة الثالثة اللي فيها سويسرا وإيطاليا ولسه كنا بنتكلم على حزوز المنتخب الإيطالي في البلايوف ارتخب السويسري طبعا في المركز الأول 18 نقطة إيطاليا في المركز الثاني وفي الملحق الأوروبي ب16 نقطة أيرلندا الشمالية في المركز الثالث بلغاريا وليتوانيا في المركز الأخير شايف أن المنتخب السويسري المفاجئة هذه المجموعة خطف طبعا بطاقة التأهل المباشر لكاسل عالم من إيطاليا قد تكون هي المفاجأة بكل تأكيد لكل الناس كانت متوقعة التأهل المباشر من إيطاليا طبعا مع السكواد القوي المتواجد حاليا مع منشيني زي ما قلنا كان هي صاحبة الحظ الأوفر أو الأقوى للصعود على حساب سويسرا ولكن إعادة سويسرا لترتيب أوراقها جو المجموعة وخطف البطاقة التأهل المباشر كانت مفاجأة مستحقة من فريق السويسري بكل تأكيد وعايز أقولك كمان يمكن الفريق السويسري مع مرات ياكين مرات ياكين كمان كان أحد زملاء الملعب وكان متواجد معي في نادي كاززلاوتن من المديرين الفنيين الأسكية مرات ياكين يمكن ده كان رابع لقاء لي أو خمس لقاء لي مع المنتخب السويسري وبيقدم نتائج رائعة وفيه رضاء كامل وفيه تأكيد لما قدمه المنتخب السويسري من خلال الييرو 2020 تأكيد أن هذا المنتخب منتخب قوي جدا وأزبط ده من خلال التصفيات وطبعا لسه طبعا وصوله طبعا لكاس العالم بيكون يعني فيه اختلاف طبعا وفيه قوة ضربة كبيرة جدا في كاس العالم نقدرش نحكم عليه لكن كمان أنه يصعد على حساب المنتخب الإيطالي ده أعتقد مفاجأة كبيرة بكل تأكيد هي دي كانت فيه المفاجأة الوحيدة ولكن سويسري متواجد بشكل مستمر في كاس العالم وأيضا كان في كاس العالم الماضي 2018 طيب نروح للمجموعة الرابعة وطبعا كان فيها طبعا متصدر المنتخب الفرنسي المجموعة الرابعة في التصفيات كاس العالم في أوروبا فرنسا في المركز الأول بـ 18 نقطة أوكرانيا في المركز الثاني بـ 12 نقطة فنلندا البوسنا والهيرست طبعا في المركز الرابع والخامس عايزة عرب برضو أوكرانيا وفرنسا كانت فرنسا إلى حد ما كان فيه تخوف فيه يمكن الجولة الثالثة أو الرابعة من التصفيات إنها قد تكون غير قادرة للتأهل ولكن في الجولتين الآخرتين أدوا بشكل جيد وكذبوا ست نقاط وبالتالي صعدوا على حساب أوكرانيا بكل تأكيد يعني فرنسا بيملك أقوى سكواد في الوقت الحالي إمبابي مع كريم بنزيمة استطاعوا طبعا يعني السعود بمنتخب فرنسا للنهايات كاس العالم المباشر فريق قوي جدا كابتن هاني يعني إمبابي دايما بيكتب أرقام جديدة للتاريخ في الفترة الأخيرة خصوصا في تصفيات كاس العالم الأخيرة عايز أقولك كمان دور كريم بنزيمة مع منتخب فرنسا دور أكتر من رائع وبيدل أنه كمان كمان يمكن الفترات اللي لم ينضم فيها كريم بنزيمة للمنتخب الفرنسي كان قرار غير صائب ولكن بيرجع كريم بنزيمة بيأكد أنه لعيب من تراث فريد بصراحة بكل تأكيد عموا عايزين يضموا معهم بوكبة طبعا للعب لريال مدريد في الفترة القادمة مع طبعا إمبابي وكريم بنزيمة وبوكبة حيكون فريق ناري الصيف المقبل إن تم ذلك ولكن بقم مع فريق منتخب الفرنسي ظهرين بشكل قوي جدا طبعا منتخب الفرنسي دمن التأهل نروح للمجموعة الخامسة من تصفيات أوروبا لكاس العالم وطبعا مجموعة كانت بتضم بلجيكا وهي طبعا في المركز الأول ب20 نقطة ويلز في المركز الثاني ب15 نقطة طبعا بلجيكا تأهل مباشر ويلز في البلاي أوف الأوروبي ويلد شيك ستونيا وروسيا البيضة خارج طبعا كاس العالم شايف هذه المجموعة مناسبة بالنسبة للأسماء هل ويلز حقق مفاجأة على حساب التشيك لأن طبعا التشيك كمان بيدم منتخب قوي وكان فيه صراع كبير جدا ما بين ويلز والتشيك ولكن قدر ويلز طبعا أنه يحسم بطاقة الملحق الأوروبي صحيح يعني المفاجأة كانت فعلا هنا في على الملحق على الترتيب في المركز الثاني لالتحاق بالبلاي أوف فعلا كانت ويلز والتشيك ودي المفاجأة اللي عملتها ويلز ولكن بلجيكا ماش مفاجأة طبعا يستحق التأهل بشكل مباشر لنهايات كاس العالم صحيح بلجيكا من ضمن الفرق يمكن المرشاحة كمان للحصول على كاس العالم تصنيف رقم واحد عالميا على الدول في الشرك طبعا فريق قوي جدا وطبعا يعني من الفرق المرشاحة فعلا للفوز بكاس العالم طيب نروح للمجموعة الستة اللي بتضم طبعا ووصول الدنمارك في المركز الأول الدنمارك كمان يعني فريق لم يخسر في أي مباراة ومن خلال عشر مباريات قدر حق 27 نقطة الدنمارك في المركز الأول سكوتلندا في المركز الثاني في الملحة الأوروبي الكيان السهيوني والنمسا جزر فارو ومندوبا طبعا في المراكز الرابع والخامس والسادس في هذه المجموعة هل شايف أن الدنمارك بيتقدم امتداد لما قدمته في اليورو 2020 من قوة وسرعة وقرعة سريعة على المستوى الهجومي والدفاع بيتقدم قرعة شاملة منتخب الدنمارك بيحقق نتيجة هيلة على مستوى الأرقام فريق بيحقق يمكن بدون هزيمة بيحقق عدد كبير من الأهداف لم يميع يعني ما دخلش مرمى غير هدف واحد خلال العشر مباريات وسجل أعتقد 29 هدف في التصفيات منتخب الدنمارك من المنتخبات القوية جدا طبعا فريق قوي جدا ظهر فعلا في اليورو بشكل متميز ما فيش مفاجآت في المجموعة السادسة الدنمارك يستحق بكل تأكيد عن جدارة التأهل وأعتقد كابتنين هيصل لأدوار نهائية أو لأدوار النهائية بشكل كبير جدا هيكون متواجد فيها لأدوار النهائية في كاس العالم القادم في قطر أكيد منتخب الدنمارك بيثبت كل يوم أنه منتخب قوي جدا ظهر بالشكل أفضل من رائع على مستوى اليورو عشرين عشرين كمان في تصفيات أوروبا المؤهلة لكاس العالم فريق من أفضل الفرق الموجودة وكان صعوده صعود يعني قوي جدا جدا من خلال النتائج ومن خلال الأداء نروح للمجموعة السبعة كمان على منتخب هولندا نشوف ترتيب هذه المجموعة وسعود المنتخب الهولندي لكاس العالم هولندا في المركز الأول تلاتة وعشرين نقطة يليها تركيا في المركز الثاني واحد وعشرين نقطة وكان فيه طبعا صراع ما بين تركيا والنرويج ولكن طبعا فوز هولندا على النرويج وكمان فوز تركيا على طبعا الجبل طارق أعطى يعني التأهل للملحق الأوروبي لتركيا هولندا مركز أول تركيا في المركز الثاني النرويج الجبل الأسود من اتباع لاتفيها وجبل طارق في المراكز الأخيرة محمد هولندا يمكن هولندا أنت قلت لي طبعا لكن الجولة القبل الأخيرة كان فيه تخوف كان ممكن يحسموا التأهل لكن يتأجل التأهل أمام المنتخب النرويج بكل تأكيد يعني خسرنا طبعا هالند مع النرويج في عدم الصعود لكاس العالم ولكن عودة التواحين فريق هولندا ما كانش متواجد في كاس العالم 2018 وكلا بود يكون متواجد منفس ديباي هداف بالمناسبة هو هداف التصفيات لهذا العام 12 هدف 12 هدف وأعلى نسبة أسست أو صناعة الهدف برضو منفس ديباي طبعا لو نتكلم طبعا هاركين 12 هدف أيضا مع منفس ديباي فريق يعتبر متكامل فريق قوي جدا لازم يكون موجود في 2010 كابتن هاني كان هو وصيف في كاس العالم في 2014 خد المركز الثالث مكانة ألمانيا هي بطلة 2014 كان هولندا المركز الثالث عدم وجودهم في 2018 خسارة كبيرة جدا للبطولة وحجم البطولة وقوة البطولة هولندا لازم تكون موجودة بشكل كبير مع النقبة تعودت المنتخب أكيد لهولندي بعد غياب عن كاس العالم 2018 لويس فانغال المدير الفني للمنتخب الهولندي قال إيه بعد التأهل لكاس العالم نشوف مع حضرتك أنا عاجز عن الحركة لأنني أشعر بألم كبير كلما تحركت ولهذا السبب لم أعبر عن مشاعري بشكل واضح بعد تأهل هولندا إلى كاس العالم 2022 أشعر بألم كبير إذا تحركت إنه إنجاز مذهل احتفلنا باحتفالا كبيرا ولعب ديباي مباراته الخامس والسبعين لهولندا ومنحناه هدية جميلة وألقينا خطابا حسنا وليس بوسع القول إن الاحتفال لم يكن عظيما أعتقد أن النرويج لم تهاجم بصورة كبيرة وسبب ذلك غياب هالاند فهو كان اللاعب الوحيد الذي هيئ الفرص عندما انتقينا أول مرة في أوسلو سجل هالاند هدفا للنرويج في تلك المباراة ما فيش شك طبعا فنخال مدير فني قدير جدا وسعيد طبعا بالوصول لكاس العالم 2022 لكن دايما لما أفتكر منتخب الولندي أقول دلوقتي رونالد كومان كان هو طبعا المدير الفني ولكن يعني فضل أن يترك المنتخب الهولندي لتدريب بارشلونة وزي ما احنا شفنا مصيره مع بارشلونة كان الإقالة أعتقد زمانه دلوقتي بيشد في شهر يعني ندمان ولكن هذا مكسب لهولندا يعني كومان طبعا قيمة كبيرة بغض النظر على النتائج السيئة مع بارشلونة ولكن فنخال الرجل أصلا بالمناسبة كان بيروح التدريب بالدراجة ووقع بسبب شاشة أعظام أو مشاكل فعلا وكان قاعد على كرسي المتحرك وكان بيشاهد المباراة وكان السبب نوع من الدراجة في أثناء الذهاب للتدريب للتدريبات عموما يعني هو ده السبب للأسف ولكن مدرب عبكاري قوي جدا استطاع طبعا عادة التواحين لمكانها الصحيح في نهاية كاس العالم وأكيد طبعا وجود المنتخب الهولندي في كاس العالم أكيد قيمة كبيرة جدا جدا بعد غيابه في 2018 بيعود المنتخب الهولندي لكاس العالم مرة تانية طيب مجموعة تمنى وكان مباراة قوية جدا جدا ما بين كرواتيا وروسيا وقدر المنتخب الكرواتي أنه طبعا يفوز بهذه المباراة ويحقق البطاقة التأهل المباشر لكاس العالم كرواتيا في المركز الأول 23 نقطة روسيا في المركز الثاني 22 سولفاكيا في المركز الثالث 14 سولفانيا أبروس وملطة في المراكز الرابع والخابس والسادس شفت كرواتيا ازاي وتأهلها المباشر على حساب روسيا محمد فعلا كانت مش عددين نقول مفاجأ كرواتيا دائما متواجدة في كاس العالم عندها الخبرات الكبيرة للتأهل لكابتن هاني ولكن فعلا روسيا كانت منافس قوي وشارس جدا لكرواتيا وأخدت الخبرات من كاس العالم الأخيرة 2018 هي كانت طبعا هي اللي كانت المستضيف للبطولة وجود روسيا والتطور في المنتخب الروسي بيوضح يعني ممكن يكون ليه فرص كبيرة في البلاي أوف والصحيح صحيح صحيح طفعا معك تماما فنيا المنتخب الروسي قوي جدا على مستوى الدفاع والهجومي صحيح ويمكن كان ند مباشر لمنتخب كرواتيا اللي يمكن كان فيه صورة شهيرة جدا لمادريج طبعا حضراتكم عارفين مدريج نجم المنتخب الكرواتي ونجم ريال مدريد وأعتقد أن دي ستكون كاس العالم الأخيرة لنجوم قطار على رأسهم طبعا مدريج طبعا لعيب مميز جدا محمد وأعتقد دي ستكون آخر كاس عالم بالنسبة له طبعا يعني هو دلوقتي وصل 35 أو 36 عام وفعلا قد يكون آخر كاس عالم وريال مدريد بالمناسبة يعني جدد التعاقد مع مدرش لمدة عام أو موسم واحد إداله فرصة كمان في الفترة القادمة طبعا مدرش إخلاعب عظيم ستورة طبعا ظهر بشكل كبير مع كرواتيا وصعد بيهم كان مركز ثالث كس نقائد داخل الملعب بيتي موتيفيشن وعنده إمكانيات فنية كبيرة جدا حصل على البلوندور يعني متواجد بشكل كبير لدور كبير جدا كمان كرواتيا على مستوى الفني أكيد طبعا تستاهل وتستحق الصعود لكاس العالم المجموعة التاسعة نشوفها مع حضراتكم وطبعا المنتخب الإنجليزي والصعود لكاس العالم المنتخب الإنجليزي في المركز الأول بـ 26 نقطة وقت أهل المباشر فولندا في المركز الثاني بـ 20 نقطة ألبانيا في المركز الثالث 18 المجر 17 أندروع 6 نقاط سان مارينو سفرة من النقاط وعايزة أتكلم على المنتخب الإنجليزي المنتخب الإنجليزي بيقدم كرة حلوة بشكل كويس لكن بعض الناس بيقول أن يمكن الساويس جيت عنده مشاكل شوية في عملية الكوتشن داخل الملعب أنه عنده تحفز إلى حد ما لو النتيجة واحد أو اتنين بيحاول يلعب بطريقة دفاعية لكن أمام سان مارينو منتخب ضعيب جدا والفوز 10 شايف منتخب الإنجليزي إزاي في كاس العالم هو السبب دايما في ساويس جيت ناف زي ما حضرتك قلت بالضبطة كابتن هاني بيحصل كده يعني مش عارفين اللي بيحصل يعني بيكون الفريق متقدم متفوق بيمتلك سكواد من أقوى السكواد موجودة على بستوى العالم هجوميا ودفاعيا وكل المراكز يعني بكل تأكيد هو ده المشكلة الأساسية وكل المتابعين للفريق الإنجليزي ما بيتوقعوش كابتن هاني وصول لإنجلترا حتى المربع الزهبي في نهايات كاس العالم القادمة بالأخص لوجود طبعا منتخبات قوية ومدربين أقوياء عارفين هم بيعملوا إيه وبيوصلوا بفريهم لمراحل نهية بشكل كبير المباراة طبعا يعني لو احنا هنتكلم على سان مارينو يعني سان مارينو هنا أنا بكل أمانة كابتن هاني أنا ممكن نوصل رسالة للاتحاد الأوروبي فريق زي سان مارينو دوت تواجد في السنين الماضية في تصفيات كاس العالم عايزين نعرض كده في تصفيات كاس العالم 2018 في تصفيات كاس العالم 2018 واجه ألمانيا خسر 8-0 من ألمانيا خسر من النرويج 8-0 خسر من التشيك 6-0 خسر من إيرلندا أيضا 3-0 ده في تصفيات كاس العالم 2018 لو بصنا 2014 نفس الكلام إنهزم برضو 8-0 من إنجلترا ومن أوكرانيا 8-0 أيضا أنا كابتن هاني في 2022 في هذا العام في هذه التصفيات طبعا شفنا 10-0 من المنتخب الإنجليزي وأيضا بولندا فازت على سان مارينو 5-0 فريق زي سان مارينو هل نعتقد هو إضاعة للوقت يعني أنت دلوقتي إضافة فرق ضعيفة مثل سان مارينو أزربينجان أو لوكسنبورج ليشتنشتاين في بعض الفرق طبعا لم تظر في تصفيات كاس العالم ليس فقط هذا العام في العام الماضية بالمناسبة ألمانيا فازت على سان مارينو 19-0 في مباراة يعني في تاريخ قبلت ألمانيا 3 مرات خسرت 19-0 في مرة من المرات سان مارينو فريق ضعيف جدا ولكن نتمنى يعني النظر هنا لطاحة بهذه الفرق الضعيفة من أجل الوقت عامل الوقت مهم جدا في ظل وجود بطولات شعر عايز أقولك في بعض الأحيان بيكون المنتخب هو النافذة اللي بيرجع بيها اللاعب تاني للمستوى أو للثقة أو للفورمال اللي ممكن يعيش بها من خلال النادي زي ما بقولك هالكين هالكين من خلال الأداء السيء جدا مع طوات نهام خلال الفترة الفاتت لكن مع المنتخب وخلال المباراة طبعا مباراة سهلة وهي دي المباراة اللي ممكن ترجع اللاعب تاني سقطه في التهديف وإحرازه أربع هداف شايف هاركين إزاي وارجوعه بعد بعد السوبر هاتريك وارجوعه إلى توتنهام طبعا مع توتنهام زي ما حدتك قلت بعد 11 جولة لم يحرز هاركين إلا هدف وحيد هدف يتيم ومش ده هاركين اللي بنشوفه كل عام سيكون نفسه على هدافي البرايمر ليج أقوى دوري في العالم هاركين كان مشتت زهنيا طبعا كلنا عارفين إن كان فيه كلام كبير إن هو ينتقل المان يونايتد وتدخل الإدارة توتنهام وعرقارة هزيز صفقة ووقف هزيز صفقة طبعا أثرت على هاركين زهنيا وفكريا على أرض الملعب هدف وحيد ده مش المتوقع من هاركين زي ما حدتك قلت وجود منتخبات ضعيفة مثل هزي قد تعود مرة أخرى أحرز سوبر هاتريك قدت ثقة تاني لهاركين من هجون متواجد بشكل كبير بيفكرنا شوية بالدوريات أو بالأندية كابتن هاني في بعض اللقاءات على المستوى الدوري أو على سبيل المثال دائما بيتلاقي فرق ضعيفة بيرجع بيها تاني الفريق أو المباريات الودية دائما المدرب بعد مباريات قوية بيفصل ما بين بمباراء أو مباراتين ودية ليه عادت الثقل للفريق بشكل طيب نروح لآخر مجموعة في تصفيات أوروبا لكاس العالم المجموعة العشرة وأكيد طبعا تصدر المنتخب الألماني ألمانيا في المركز الأول ب27 نقطة من عشر مباريات مجدونيا الشمالية في المركز الثاني أعتقد مجدونيا الشمالية عاملة في رأي إنجاز أنها تطلع للملحق الأوروبي من خلال مجموعة فيها ألمانيا فيها رومانيا أرمانيا أيسلندا وليشتينتاين ألمانيا عايزة أقول طبعا أنت يعني عشت في ألمانيا كثير وطبعا بتتابع بشكل كبير جدا المنتخب الألماني شفت التأهل الطبيعي للمنتخب الألماني إزاي وحزوز ألمانيا خلانا نتكلم دايما ألمانيا مرشحة تكون فيه على الألف المربع هذا الجيل من اللاعبين قادر على الحصول على كاس العالم القادمة بلا شك ألمانيا طبعا يعني أعتقد قد ينافس على يعني اللقب كاس العالم هذا العام بشكل كبير جدا هنزف لك عاد بالمنتخب الألماني لوضعه الصحيح وده كان الهدف الوضع وده تصريحات هنزف لك في كل تصريحاته سبع مباريات سبع فوز واحد وتلاتين هدف في سبع مباريات كابتن هاني رقم رقم رهيب رهيب مرعب لكل المنتخبات لا ألمانيا رجعت تاني وجود سكواد قوي جدا هجوميا ودفعيا هنزف لك بيعمل ايه هنزف لك في التحضيرات أصلا للمباريات راح حضر على سبيل المثال مبارات تشيلسي وتكلم مع توماس تخل بخصوص تيمو فيرنر تيمو فيرنر كان عنده بعض المشاكل الهجومية اشتغل مع توماس تخل مدرب تشيلسي ازاي نطور تيمو فيرنر لصالح المنتخب الألماني هو ده التعاون هو ده التعاون نفس الكلام عملوا مع ساني ساني دلوقتي كان في الفترات الماضية كان مستويات أو مستوى ضعيف نتائج ضعيفة تم عادة تكوين ساني بشكل مختلف وضعوا في الجناح الأيصر وظفوا بشكل أكثر من رائع وكمان طبعا عادة ثقل ساني من خلال الأهداف بيحرز أهداف بشكل أكثر من رائع مدير الرسالة دايما المهمة تعاون المدير الفني للمنتخبات مع طبعا المدير الفني لبعض الأندية للوقوف على حالة اللعب والوصول للعب لأعلى معدلاته الفنية والبدنية محمد وصلنا لنهاية حلقتنا للوقت عدى معك بسرعة بنشكرك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا شكرا جزيلا كابتن هاي شكرا جزيلا شكرا جزيلا لحضراتكم دي كانت نهاية حلقة الأسبوع في نهاية الأسبوع من المحترف إن شاء الله لقائم حضراتكم الأسبوع الجاي يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف شكرا جزيلا